السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس الجديد نتكلم في هذا الفيديو ونتابع حديثنا عن present simple تكلمنا بفيديوهين سابقين اللي حبي رجع لهم عن شكل الفعل أيضا أخذنا قواعد تخص هذا الزمن أيضا تكلمنا عن متى استخدم هذا الزمن اليوم نتكلم عن question كيف أشكل سؤال بال present simple بالمضارع البسيط في كل الأزمنة الاثناش اللي ذكرناهم قبل لازم أستخدم الزمن هذا في سؤال أو في جملة مثبتة يعني جملة عادية أو يكون عندنا جملة نفي اللاحظ نحتاج إلى فعل مساعد نسمي helping verb إذن فعل مساعد لماذا سمناه؟ سمعنا بالمدرسة أو بمكان auxiliary verb إذن فعل مساعد أو نسميه helping verb فعل مساعد كثيرا نسمع بفعل مساعد لماذا سميناه فعل مساعد؟ سمي فعل مساعد لأنه يساعدنا في تشكيل السؤال والنفي كل زمن نتذكر ملاحظة هذه فكل زمن نحتاج إلى فعل مساعد auxiliary verb إذن فعل مساعد أو نسميه helping verb إذن فعل مساعد لماذا مساعد يا أستاذ؟ لأنه يساعدنا على تشكيل السؤال والنفي بدونه لا نستطيع تشكيل سؤال أو نفي في present sample وفقط في المضارع البسيط أو الحاضر البسيط فقط مو باقي الأزمنة لأنه تذكر كل زمن فيه إلو أفعال مساعدة خاصة به بل حاضر البسيط أو المضارع البسيط نستخدم do أو does do أو does أثناء السؤال ترجعتهم بهل أينما نرى do أو does في السؤال ننتمع نترجمها هل بشكل أوتوماتيك وأيضا أي فعل مساعد باللغة الإنجليزية بالأزمنة نترجمه هل بس عبارة مثل ما تكلمنا كل زمن فيه إلو أفعال مساعدة خاصة به بل present sample نستخدم do أو does نترجمهم بهل I do we do you do they do يعني بل مقتصر مع الجمع نستخدم do يعني إذا كان الفاعل أو الفاعلين جمع نستخدم do does مثل ما تكلمنا إذا كان الفاعل he or she or it يجب أن نضيف للفعل as معاته مع he و she or it أو إذا كان اسم مفرد مثل أحمد does يعني does أحمد she أيضا mary does mary وهكذا إذن مع he و she or it أيضا نستخدم does إذن he does she does it does إذن بالمقتصر ننتبه مع المضارع البسيط نستخدم do أو does do مع I, we, you, they مع الجمع عندنا does مع he she or it مع المفرد إذا كان الفاعل مفرد شخص واحد أو شيء واحد عند إذن نستخدم does ولماذا سمعنا فعل مساعد دائما وأبدا auxiliary verb helping verb فعل مساعد سمعنا كثيرا بفعل مساعد لماذا فعل مساعد لأنه يساعدنا على تشكيل السؤال والنفي لاحظة جملة الأولى he travels a lot يسافر كثيرا they like sport إذن يحب الرياضة أو يحبون الرياضة نريد أن نشكل سؤال لا نقول travels he لاحظ بس نقلب الفعل والفاعل إذن هذا يعني من switching خطأ كثير من الدارسين بهذا الشكل يخطأون لا إذن نحتاج فعل مساعد فعل مساعد لماذا فعل مساعد يساعدنا على تشكيل السؤال في هذه اللحظة نريد أن نشكل سؤال سؤال محكي أو سؤال مكسوب إذن نحتاج إلى فعل مساعد بالحضر البسيط كما قلنا نستخدم do أو does لاحظ بداية الجملة he عند إذن فقط أضع في بداية الجملة مع he نستخدم does ونحذف ال-s يعني بصير عدنا نكتب الجملة بالأول كما هي he travels نكتبها كما هي allowed نريد أن نشكل سؤال فقط نضع في بداية الجملة لاحظ he تأخذ does does he عند إذن we have es في عدنا s نحذف ال-s من الفعل ونضع في نهاية الجملة question mark على أم تستفهم إذن فقط عدنا ثلاث أشياء لتشكيل السؤال ننتبه إلى الفاعل ننتبه إلى الفاعل إذا كان الفاعل هي شيئة نستخدم does قبلها does هي إذا كان ال-s أثناء السؤال نحذفها ونضع question mark على أم تستفهم يصبح السؤال does he travel ألات شخص يريد أن ترجم does لا يعرف ماذا نترجمها ماذا نترجمها بهل دائما أي فعل مساعدة ترجموه هل هل يسافر كثيرا الجملة الثانية they like sport يحبون الرياضة نكتب الجملة كما هي they like sport اللحظة الفاعل they مع ذا نستخدم do ما في عندنا s فقط نضيف question mark على أم تستفهم فقط لا غير do they like sport أيضا ما ذا نترجم do نفس الكلام هل هل يحبون الرياضة does he travel a lot do they like sport لا ننسى مع هي شيئات نستخدم does مع i we they نستخدم do مع المفرد نستخدم does مع الجمعة نستخدم do أيضا ما ننسى بعد does وdo نحذف s تذكر هذه المعلومة لا نضع does he travels متى نضيف إذا كانت جملة مثبتة ليست سؤال he travels أوك نضيف s اسم المفرد الغاب كما أسلفنا سابقا لكن هنا نستخدم does ونحذف ال s من الفعل ننتقل إذا كان عندنا سؤال كيف أجيب short answer إجابة قصيرة لهذا السؤال does she like coffee هل تحب القهوة أريد إجابة على هذا السؤال فقط نضع yes بعدها كما فاصلة بنهاية الجملة نقطة هذا الإجابة does she like coffee إذا كانت إجابة yes نعم إذا كانت no رح نأخذها بالnegative النفي does she like coffee فقط أسوي switch قلب بين she وdoes يعني does she تصبح yes she does فقط لا غير yes she does does she like coffee yes she does يعني هل تحب القهوة نعم تحب القهوة جوابتنا بهالشكل هذا لنحتاج أن نقول بشكل كامل yes she likes coffee إذا إجابة قصيرة وننتبه الملاحظة هذه دائما الفعل مساعد اللي أسأل بي أجاوبي إذا كان بداية الجملة does أجاوب does لن أقول yes she do خلاص في does أجاوب فيها بدون ما أفكر مباشرة أسمع سألني does she does he does it على طول أسمع سمعت does مع أنه لازم أجاوب does الجملة الثانية do they eat meat هل يأكلون اللحم أيضا أضع yes كما فاصلة بعدين شو نقطة أيضا switch أقلب بين الفعل مساعد والفاعل yes they do هل يحبون اللحم yes they do نعم يحبون اللحم that's it أيضا أنت باع السؤال سأني do يجب أن أجيب do بدون ما أفكر يعني do they eat meat لا نقول yes they is they are they have they was they خلاص ما أفكر بدون أي تفكير سمعت do أجاوب بدون مثلا هنا does she like coffee yes she does بدون أي تفكير استخدم does لأنه سمعت does لازم أجاوب does لا نقول yes she وتردد yes she has yes she do yes she have yes she will أبدا سمعت does أجاوب بdoes that's it نتكلم الشيء السادس عنه يخص الزمن المظارع البسيط present simple negation يعني نفي negative إذن نفي كيف أنفي حدث أنفي حدث معين تكلمنا استخدم بال present simple do أو does نسميه فعل مساعد لأنه يساعدنا تشكيل السؤال أيضا عندما أنف الجملة نحتاج إلى فعل مساعد يساعدنا على تشكيل النفي write لا نقول write not likes likes not هذا خطأ نحتاج فعل مساعد بهذه الحالة نستخدم do أو does ونضف عليها not do not does not ممكن أختصرها do not don't does not doesn't لأنه 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 full form شكل كامل short form نحذف الأو نضع أبصروف t do not don't does not doesn't نجعل الفعل we write a story every week نكتب قصة كل أسبوع أين نضع not إذن ننفي الفعل ننفي الفعل لا ننتبع على الفاعل we ولا على تكملة الجملة فقط ننفي الفعل تركيزنا كلياته على الفعل لأنه ننفي الفعل حدوث الفعل لاحظ مع we نستخدم don't إذن نكتب الجملة بشكل كامل we أيضا a story every week تكملت الجملة ما يهمنا الفعل ما يهمنا يهمنا الفعل نكتب write بس نضع قبل don't we don't write a story every week لا نكتب إذن لا نكتب قصة كل أسبوع إذن ملاحظة ننتبه don't doesn't نترجمها لا أينما نشوف أو نرى don't و doesn't نستخدم الترجمة لا لها لا بمعنى لا we don't write a story يعني لا نكتب قصة كل أسبوع it likes mice تحب الفئران إذن ماوس فأر mice فئران ننفع ننفع الفعل نترك it نترك mice إذن الفعل نكتب الجملة it تكملت الجملة أيضا نكتبه كما هو إذن ننفع حدود الفعل likes نكتبها نضع قبلها does not or doesn't it doesn't وننتبه دائما بعد do does نحذف الاس إذن عدنا اس دائما أينما وجد do does بعدها نحذف الاس قاعدة نحفظها it doesn't like mice إنها لا نفس الترجمة لا تحب الفئران إذن مع النفي ننفي حدوث الفعل نضع قبل الفعل don't أو doesn't على حسب الفاعل فقط لا غير ننتبه إذا كان بالجملة am و is و are هاي مظاهرة فقط نضع am و is are في بداية الجملة أثناء السؤال أثناء النفي فقط نضع not بعد am و is are he نضع not he isn't a driver إذن هو يكون ساق he isn't هو لا يكون ساق أثناء السؤال ما نحتاج do does فقط أعمل switching is he a driver هل هو ساق الإجابة yes أيضا دائما قاعدة اللي تكلمنا فيها الفعل المساعد اللي يسأل بي أجواب بي is he yes he is فقط لا غير لا نقول is he yes he does yes he no إذن خلاص اللي أسمعها بداية الجملة أجواب فيها الجملة الثانية they are smart people أريد أن فيها فقط أضع not بعد are they are smart people إنهم are that's it عادة usually or usually عادة rarely نادرا seldom غالبا often أيضا غالبا often or often التي ممكن تلفظ أو لا تلفظ sometimes أحيانا from time to time من حين إلى آخر من وقت إلى آخر أو من حين إلى آخر twice مرتين a week أسبوعيا once a year مثلا مرة سنويا every دائما every تأتي مع present symbol هذه نسميها ظروف زمانية أو دلائل دلائل تدل على حدوث الزمن هذا أينما شفنا هذه الأدفيرتز هذه الظروفة الزمانية نستخدم present symbol ما يعني present symbol يعني يكون الفعل verb one الفعل بالتصريف الأول بالشكل الأول للفعل إذن عندنا الظروف تدل على الزمن هذا present symbol المظاهرة البسيط ممكن مثلما تكلمنا نستخدم إذا كان شيء اعتيادي أو عادة أو شيء روتيني he wakes up late إذن يسيقظه متأخرا نريد نستخدم ضرف زماني طبعا عندنا always 100% يعني 100% 100% دائما متأخر مثل المثال هذا عندنا يجولي عادة usually or usually عادة 90% بيكون النسبة يعني عشان عرف كيف استخدمها normally generally 80% often or often frequently إذن غالبا 70% sometimes أحيانا 50% يعني 50% أحيانا أكيد إذن بي المناسبات 30% سلدم نادرا 10% hardly ever إذن 5% never 0% يعني أبدا مكانهم الظروف هذه قبل الفعل لاحظ he always wakes up late he usually wakes up late he normally wakes up late he often or often wakes up late he never wakes up late never إذن دائما الظروف هذه مكانها قبل الفعل عدنا كلمة every ممكن أضعها بداية الجملة everyday he wakes up late أو نقول he wakes up late every day إذن ممكن every أضعها في نهاية الجملة أو ممكن أضعها في بداية الجملة بهذا الشكل هنا جزء الثالث من المضارع البسيط present sample وتكلمنا عن سبع أشياء تخص كل زمن وأيضا تخص المضارع البسيط إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم